وينضم إلينا من البصرة أستاذ مساعد في الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور أحمد صدام دكتور أحمد ورحب بك معنا إلى هذه النشرة ما هي تداعيات التصرب النفطي الحاصل على إنتاج النفط وتصديره محليا وعالميا شكرا جزيلا تحياتي لحضرتك وإلى المشاهدين أكيد هناك تداعيات كبيرة وحضرتك ذكرت حتى كان هناك تأثير على مستوى الأسعار الدولية بالنسبة للنفط هذا لا ينصف فقط ضمن هذا الاتجاه وإنما يثير حالا من القلق ضمن هذه التداعيات هذا ممكن أن يؤثر حتى على مستوى التزام العراق مع الدول التي يصدر إليها لا سيما هو أن أكثر من 75% من صادرات النفط العراقي تذهب إلى الدول العسوية هذا الحد ذاته ممكن أن يخفض من مستوى الثقة وأن يعكر مستوى الالتزامات التزامات العراقية مع الدول الأخرى في مجال الصادرات بالإضافة إلى تأثير على استقرارية مستوى الإرادات النفطية كمورد رئيسي للاقتصاد العراقي يعني اليوم تم الإعلان عن عودة الضخ والتصدير من ميناء البصرة النفطي إلى طبيعته وإلى مستوياته الطبيعية وبنفس المعدلات السابقة ولكن هذا لا يعني أن المشكلة قد حلت بالكامل المشكلة ما زالت قائمة بحكم وجود مشكلات كبيرة وهناك كتب رسمية تشير إلى أن هذه المشاكل موجودة منذ العام 2018 مشاكل في الأذرع في المنصات الثلاثة المنصة الأولى والثانية والرابعة هناك مشاكل حتى في المولدات والتجهيزات هذا الكتاب يشير إلى وجود مشكلات نضوح وخلل في أذرع التحميل وغيرها دكتور يعني بالتالي هل من الممكن أن تتكرر عملية التصرب مرة أخرى وإذا ما تكررت كيف سيؤثر ذلك على موقف العراق في أوبيك نعم هذا ما كنت أود قصده يعني أن المشكلة ما زالت قائمة بحكم عدم موجود تجديد واستبدال للأجزاء المتهالكة في الميناء وعدم موجود تجهيزات من شأنها أن تديم عمل الميناء بشكل حقيقي يعني هذه المسألة وهذا الحل تم حل من قبل الكوادر الهندسية وبوقت قياسي هذا جيد جدا ولكن على المدى الطويل ما زالت هناك مشاكل وهناك تقادم يعني هناك كتاب رسمي منذ نيسان الماضي نفس الكتاب يذكر إلى أن المشكلة موجودة منذ العام 2018 وهناك مطالبات باستبدال الأجزاء المتهالكة والمندثرة في الميناء يعني تصمير الميناء على سبيل المثال يحتاج إلى أربعة مولدات هناك فقط مولدة واحدة تعمل أنظمة الحريق الأذرع المضخات الخزانات فيها تسرب كبير يعني حتى المضخات نفسها النفط والبترول مصدر مهم يعتمد عليه لأفتصاد العراقي ماذا لا يتم الاستجابة لاستبدال هذه البناء التحتية المتهالكة على حد من يقول نعم هنا المشكلة يعني هذا الميناء يصدر ما يقارب 55% من صادرات النفط العراقي وهو يحتل الحصة الأكبر يعني بقدرة الزيارية مليون وثمانمائة ألف برميل يوميا وبالتالي يجب أن يكون في سلم أولويات السياسة النفطية من حيث الإصلاح والاستبدال بحيث ممكن أن يكون يعمل بشكل مستديم وحقيقي يعني لا بد من وجود سياسات من شئينها أن تأخذ مستوى الصيانة الدورية خصوصا لهذا الميناء في أولى الاعتبارات المهمة كون أن أي توقف هو أكيد يثير حاله من القلق الاقتصادي ويضعف من مستوى الثقة حتى لدى الشركات التي تتعامل مع العراق وبالتالي اليوم لا يوجد بديل حتى وإن تم تعويض فترة التوقفات متعطل عن العمل بشكل تام فترة التوقفات هذه أكيد تحتاج جهود إضافية وتحتاج ضخ إضافي من أجل التعويض ومن أجل سداد الالتزامات والإيفاء بالالتزامات أمام الجهات المستوردة للنفط العراقي وبالتالي يبقى القلق قائم ما لم تكن هناك سياسات وما لم يكن هناك تشخيص المشكلة من شئنا أن يأخذ كل هذه الإجراءات بنظر الاعتبار في سبيل استبدال الأجزاء المتهالكة وإطالة عمر هذا الميناء النفطي المهم ممتنة كثيرة لك على حضورك معنا من البصرة الأستاذ المساعد في الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور أحمد صدام شكرا جزيلا لك